السلام عليكم ورحمة الله اهلا وسهلا فيكم اخواني بقناتكم تركيا معي اسهل بفيديو رائع جدا ومفيد للاخوة السوريين والعرب اخواني هذا الفيديو لكل شخص ما استلم المساعدة تبع الالف ليرة هلا رح عملكم شرح بالعربي باللغة العربية كيف تقدموا عليها وبعد هيك كيف تتابعوا وضع ملف التقديم اخواني هذا الفيديو جدا هم ياريت ضغطوا على زر اللايك اعملوا اعجاب للفيديو منشان يوصل للجميع وبنفس الوقت كمان منشان يوصلكم كل شي جديد انا بنزله فيه ما بعد واللي ما اشترك بالقناة بتشرف انه يشترك بقناتي خلينا نبدأ بالشرح اخواني الكرام قبل ما نبلش بالشرح صلوا على رسول الله اخواني وخلينا نبلش اخواني بداية منفوت على متصفح الجوجل تمام لا تفوتوا على تطبيق على اليدولات من خلال التطبيق بتفوتوا على متصفح الجوجل بتعرفوا الجوجل كروم موجود عند الجميع وبتكتبوا كلمة اي دولت بعد ما كتبتوا كلمة اي دولت اخواني حيطلع عندكم هذا الخيار اللي هو اول خيار تمام حط تضغطوا عليه بعد ما ضغطنا عليه اخواني الكرام هم في كتير ناس كتبت لي بالتعليقات انه هي ما بتعرف لغة تركية تمام فبدو نشرح بالعربي فانا عملت هذا الفيديو اول شي لكيفية التسجيل تاني شي كمان رح عاملوا بالعربي مشان يكون سهلة عليكم بداية اخواني بتروحوا لهون فوق اليسار في ثلاث نقط فوق بعضهم بتضغطوا عليه هون وبتنزلوا لهون في هون عندي كلمة ترجمة تمام كلمة ترجمة اخواني الكرام بس ضغطوا عليها تلقائيا بصير الموقع باللغة العربية تمام اول شي متل ما لكم شايفين طالع عندي هين الخيارات خليني سجل الدخول اول شي اول شي هون عندي رقم التجير رقم التعريف وهو رقم الكملك وهون شفرة الادولات خلينا نسجل الدخول اخواني الكرام اخواني متل ما شايفين سجلنا الدخول بعد ما سجلنا الدخول بنعمل هيك شوي بالشاشة لفوق او لتحت منلاقي عنا انه صار تسجيل الدخول جاهز نضغط على شريط البحث اخواني بنكتب كلمة بس كلمة بلغة التركية تمام بيطلع عندي هذا الخيار اللي هو اول خيار متل ما شايفين بنضغط عليه ومنستنى شوي اخواني بعد ما ضغطنا عليها هل هون شفتوا صار يطلع عندي بالشاشة باسفل الشاشة لغة تركية لغة عربية تمام فمنضغط على اللغة العربية مكتبنا على كلمة ترجمة من ثلاثة زرار هدول اللي فوق اللي حكينا عنهم فصار يطلع عندي هون باللغة العربية تمام بعد ما يطلع عندي اخواني هون كيفية التقديم على المساعدة تبع الالف ليرة في عندي هون كلمة تطبيق جديد بيضغط عليها بيضغط عليها واستنى شوي متل ما شايفين اخواني بعد ما ضغطنا عليها استنيننا شوي طلع لهذا الخيار رحول لغة العربية متل ما علمتكم بالنسبة لتحويل اللغة العربية اخواني الكرام تمام متل ما علمتكم بالضبط هلأ حننزل هون لتحت هنلاقي معلوماتنا هنلاقي رقم الوطني اسم الكنية الجنس الاب وإلى آخره تمام ننزل لهون متل ما لكم شايفين تمام هلأ هون بقى منسجل التفاصيل لكل شخص ما حصل على هاي المساعدة اخواني ياريت انتبه منيح مشان ياخدها اغلبية الناس حصلوا على مساعدة الالف ليرة فياريت تركزوا مشان كمان انتو تحصلوا عليها بإذن الله ننزل لهون اخواني الكرام نظل نازلين هيك هون عاب يسألوني معلومات الاتصال الخاصة بك تمام حطوا رقم الهاتف مجرد ما تغطوا على كلمة هاتف رح يطلع رقم هاتف كون المحفوظ بالأي دولة تأكدوا منه إذا مصحيح غيروا تمام بعدين مننزل لتحت لهون اخواني الكرام نختار المحافظة تختاروا انتو بأي محافظة موجودين بأدنى أضيامان أفيون إسطنبول أفجلر مو أفجل عفوا بورصة بتختاروا اخواني محافظتكم لانتو مثلا خليني نقول أدنى تمام هون تختاروا المنطقة اللي ضمن أدنى حلو وهون عندي معلومات جدا هامة هاي المعلومات أخواني اللي هي انتو بتحكو فيها انه انتو بحاجة مساعدة رح خليلكم أنا نص بأسفل الفيديو بالوصف تنقلوا تطبعوا لهم فيكن تطبعوا باللغة العربية مثلا أو باللغة التركية مثلا أنه أنا كتير محتاج لمساعدة أنا كتير بحاجة رح خليلكم طبعا أنا نص بأسفل الفيديو طبعا أخواني الكرام أنا كتبت الجملة هون باللغة التركية رح خليلكم هاي الجملة كمان بأسفل الوصف تمام أخواني الكرام بيوصفوا الفيديو مشان تاخدوها بننزل هون أخواني هون عبقال لي درجة تختاروا إنه الشخص مثلا مين هل أنتو الشخص نفسه أو بتختاروا ابن الشخص أبو الشخص أخو الشخص بتختاروا أخواني الكرام أنه أنتو مثلا نسبيا تمام يعني هون بيقصد فيها بكلمة نسبيا أنه أنتو يعني تمام هون أو بتختاروا مثلا الأب أنت مثلا الأب مثلا أو بتختاروا الأم كل شخص لاy즈aa يقدم إخواني الكرام بيكتب هو شو وضعه من خلال تقديم هذا الطلب اسم الشخص تكتب اسم الشخص الذي ينتبهه الذي يحتاج المساعدة مثلا تكتب اسم الشخص الذي يحتاج المساعدة يجب عليكم أن تنقل شكرا هم اخواني تركزوا انه اسم الشخص اللي بتكون تكتبوه او الشخص اللي بتكون تأنمو على اسمه يكون عنده اي دولات مشان شو مشان يقدر يتحقق ازا في ايجا تمساعد على اسمه ولو ما كان عنده اي دولات في طرق تاني للتحقق ان شاء الله رح اذكركم ياها بفيديوهات قادمة تمام هون مرحلة التعليم بتختاروا اخواني الكرام مرحلة التعليم اللي انتم فيها وهون كمان بالامكانكن تضيفوا امور تانية اللي هي كمان امور متعلقة بانه شكاوي كلام زيادة حابين تحكوا انا بفضل بس تكتبوه الكلام يلي انا كتبتلكم يا اخواني الكرام قبل شوي فوق رح ارجع نسخلكم يا لهون نسختلكم يا لهون اخواني مرة تانية مشان كمان تشوفو بس في ملاحظة كتير مهمة اخواني الكرام يفضل هلا انتم معلوماتكن وعنوانكن موجود هو رسميا بيكون موجود علي دولات تمام ولكن ولكن شوفو هون اخواني الكرام انا فضلت انكم تحطوا هاي الجملة هون منشان تلفت النظر اليون ان انتم كتير محتاجين للمساعدة منشان يبدوكن عن غيركن تمام تنزلوا هون اخواني لتحت شوي بامكانكم هون تكتبوا العنوان تكتبوا العنوان بشكل كتابي يعني تمام يلا اللي بحب طبعا اللي ما بحب كمان العنوان اصلا مذكور في موقع اليدولات تمام هون اخواني لما يفتحوا هون طلبكن رح يلاقوا هاي الكلمة بوجهن انه انا محتاج مساعدة انه انا اموري صعبة ما عم بقدر عيش ما عم بقدر امن احتياجي او امن مصروفي تمام فانتو انا فضلت عمله هيك مشان توصلوا للمساعدة بشكل سريع باذن الله طبعا لا تنسوا اخواني الكرام تصلوا على رسول الله بالتعليقات واللي عنده اي سؤال اللي عنده تعليق حلو اللي عنده اي استفسار بيمكانه يكتب لنا ان شاء الله وانا بساعدكن بعد هيك اخواني الكرام نضغط على كلمة تطبيق متل مشايفين اخواني الكرام بعد ما ضغطنا على كلمة تطبيق هون قال لي انه انت قدمت على المساعدة بشكل ناجح وعطاني اشارة صح وانه امورك كله تمام طبعا في خلال فترة اصيرة جدا اخواني الكرام بتواصلوا مع الناس واذا ما تواصلوا طبعا بتلاقوا المساعدة نزلت على موقع اليدولات او فيكن تستفسروا يا اما من خلال موقع اليدولات يا اما من خلال البيتتين طبعا انا عندي فيديوهات ورح خلي لكم رابط هاي الفيديوهات باسفل الفيديو هذا كمان منشان تقدروا تستفسروا وتشوفوا شو صار بوضع المساعدة اخواني الكرام حتى رح ترجم لكم هاي الجملة العربي حتى تقرؤوها تم تسجيل طلابك بنجاح باستخدام الرقم الطلاب كذا 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 يعني اعملوا انه رقم الطلاب تبعي كذا وتم تسجيل الطلاب بنجاح اخواني الكرام فاللي كل شخص ما عارف يقدم على مساعدة الالف ليرة او ما عارف شلون يتصرف ما عارف شو يعمل اخواني الكرام فهي هي الطريقة وهذا هو الموضوع بكل بساطة لا تنسوا تضغطوا لايك على الفيديو ليوصل للجميع اخواني الكرام وان شاء الله في عندي فيديوهات قادمة جدا مفيدة لكم ولجميع السوريين والعرب المقيمين بتركيا وتحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله